أكد رئيس الحكومة سيد عزيزة خنوش اليوم الأثنين أن المغرب استطاع بالرغم من كل ظروف والسياقات المتتالية تعزيزة مكانته في القطاعات الاستراتيجية شيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الرياضة القرية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة وأبرز سيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس نواب حول موضوع التجارة الخارجية أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسستية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها